مرحبا انا دكتور علي الجمال جراحة دماغ وعصاب وعمود فقري سأتحدث اليوم عن أسباب ألام العصب الخامس وطرق الجراحية لعلاجه طبعا العصب الخامس شيء ألم شديد جدا يسبب ألم شديد جدا العصب الخامس عبارة عن ثلاث أفرع الفرع الأول يغذي بحسيا الجبهة طبعا في يمين وشمال الجبهة من فوق العين لزاوية العين هاي ونصف الرأس لأمام الفرع الثاني يغذي من زاوية العين لزاوية الفم هاي المنطقة كلها الفرع الثالث يغذي من هون من زاوية الفم إلى الفك كامل بسلى الفك تحت الفك هون بسير سبحان الله العصب العنقي ومن ورا المنطقة هاي برضو العصب العنقي العصب الخامس يجاني مرضى صدقا لا يستطيع أن يتحمل نسمة الهواء أو البضوء أو غسل الوجه إلى آخره الآن الأسباب هي عبارة عن السبب الرئيسي والوحيد طبعا في ناس بيحكوا أنه فيش له أسباب الأسباب غامضة لا هو السبب أنه خلق الله سبحانه وتعالى يوجد هناك طبقة لتوصيل السيال العصب الحسي الطبقة هاي تختلف بالعصب الخامس أو الأعصاب الدماغي العصب الخامس بالمناسبة عصب دماغي هو الخامس الأعصاب الخامس والأعصاب الأخرى داخل الدماغ ينتهي الغشاء هذا ويبدأ غشاء آخر هنا عند انتهاء وبداية الغشاء يوجد دائما شيء يحرش العصب ويعطي هذه الألام المخيفة واللي غير يعني بعض المرضى يتمنوا الموت لا صمح الله الله يشتيهم كلهم الآن هاي هذا الأساس بعلاجه نبدأ في العلاجات العادية واللي هي مش موضوعنا الآن العلاج الجراحي العلاج الجراحي ممكن علاج جراحي ثوري اللي هو إزالة بيكون شريان أو أي شيء أو رابط صغير بس غالبا شريان هو يهيج العصب هناك والعملية تبعته ضخمة وكبيرة إلا أنه معظم المرضى بوافقه من شدة الألم العلاج اللي قبل الجراحي احتمال حقن حقن دايريكت من الفم لقاعدة الجمجمة للعصب داخل الجمجمة في مواد معينة ويمكن أنه كمان الله يشفيه بالنهاية الأعراض هاي من حد ما أي إنسان تكون كبداية يشعر فيها يراجع الطبيب لأنه يوجد قبل الجراحة وقبل أي إجراء جراحي أو شبه جراحي علاج وهو فعال جداً ويمكن أنه يشفى منه ونتمهلكم الشفاء العادل وشكراً وذي وذي شيء من كل شيء